للناشئين في كرة اليد الحاصل على المركز الرابع على مستوى العالم أو في كأس العالم للناشئين في كرة اليد واللي انتهى هذا اللقاء الممتع منذ قليل بشكرهم بشكر كل فري العمل في هذا البرنامج على استضافة هذه النماذج المصرية المشارفة دول أبطال بحق ويستحقوا منا كل التقدير وتقدمهم طول الوقت كنماذج إيجابية يحتذا بيها لشبابنا وللأطفال من كل الكرة الطائرة عفوا هذه النماذج المشارفة في عالم الرياضة المصرية واللي بتحقق نتائج على مستوى عالي جدا عالمي وليس فقط محلي أو أفريقي أبطالنا في الكرة الطائرة اللي كانوا موجودين النهاردة نجمنا في كرة اليد اللي حققوا نتائج عالمية واستضفناهم في حلقات سابقة هذه النماذج الرائعة من الأبطال المصريين اللي بالفعل بيكتبوا سطور من نور في عالم الرياضة المصرية وإنجازات الرياضة المصرية حتى بعيدا عن عالم كرة القدم هذه النماذج المشارفة بشكر عليها فريق العمل وجهد زميلي العزيز خالد العاضي والفريق المعاون له في برنامج ألعاب الصلاة لأن دي نماذج لابد أن نحتفي بها ونكرر تقدمها ونعيد تقدمها للإعلام الرياضي والإعلام المصري بشكل عام وللجماهير المصرية طوال الوقت ونجومنا إن شاء الله يحققوا نتائج أفضل هذا الجيل الرائع اللي يحتاج مننا كل الاهتمام من القائمين على الرياضة في مصر في مجال الكرة الطائرة والنجوم كمان زملائهم في أكتر من مرحلة عمرية على مستوى الناشئين وعلى مستوى الشباب اللي حققوا نتائج عالمية بالحصول على بطولات عالمية في كرة اليد في الفترة القصيرة الماضية إن شاء الله كمان يكونوا محل اهتمام كبير جدا من القائمين على الرياضة والمسؤولين عن الرياضة في مصر في المرحلة القادمة لأن دي أجيال إن شاء الله نحافظ عليها وتصل إلى أعلى درجات المنافسة عالميا على مستوى الفرق الأولى أو منتخبنا الأول في أكثر من لعبة سواء كنا نتكلم عن اليد أو الكرة الطائرة أو أي رياضة أخرى بتشهد هذا القدر من المنافسة والتألق والتواجد عالميا خلونا ننتقل إلى فقرة الأخبار بعد التعقدات اللي أشارنا إليها في البداية كان فيه أكثر من خبر صار لجماهير النادي الأهلي وكانت الجماهير سعيدة بإضافة عدد من الأسماء والنجوم خلال فترة الانتقالات في الفترة القصيرة الماضية منهم على سبيل المثال الحصر محمود متولي ومجدي أفشا من الأسماء المميزة اللي بينتظر جمهور النادي الأهلي في كل مكان أن تضيف الكثير في الفترة القادمة لمجموعة العمل الرائعة في الفريق الأول في النادي الأهلي وأيضا أليو ديانج من المدافعين الشباب الصاعدين اللي بنتمنى أنهم يكونوا إضافة قوية في النادي الأهلي في الفترة المقبلة هذه النماذج من اللاعبين المميزين إن شاء الله تكون إضافة للقوة الضاربة في النادي الأهلي ويكونوا كمان بيصهموا مع زملائهم والجمهور بيتوقع من هذه الأسماء إنها يكون لها دور كبير ومنافسة قوية مع مجموعة النجوم الكبيرة الموجودة في النادي الأهلي في الفترة الجاي كانت الأمور لابد أن تحسن بملامح الجهاز الفني اللي بيتولى المهمة في هذه المرحلة وهو ما تم بالفعل بعد الإعلان بعد فترة يعني اقتربت من الأسبوعين من التفاوض في الفترة اللي فاتت لاختيار المدير الفني الجديد واستقر الأمر بعد عودة كل من المهانس خالب مرتجي والكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات لأرض الوطن قادمين من سويسرا بصحبة الجهاز الفني الجديد وبعد إعلان التعاقد رسميا مع ريني فايلر وجهازه المعاون هنتكلم عن دب تفاصيل أكتر وأهم الكلمات اللي قدمت اليوم والقراءات لهذا الاختيار وأسس هذا الاختيار اللي اتكلم عنها الدكتور طه اسماعيل نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا ورئيس لجنة التخطيط في النادي الأهلي وطبعا كان فيه مشاورات مستمرة الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو وفي مقدمتهم الدكتور طه اسماعيل مع الكابتن الخطيب رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي وتكلم عن ده في المؤتمر الصحفي لدكتور طه وقال إن فيه أسس علمية وقال أكتر من أمر مهم جدا عن إن كان فيه عوامل كثيرة جدا بتؤثر في الاختيار وبتحكم عملية تكليف الجهاز الفني أو اختيار الجهاز الفني الجديد اللي هيتم التعاقد معه للفترة القادمة خلونا نشوف تفاصيل أكتر من خلال التقرير التالي وجانب من كلمة الدكتور طه اسماعيل النادي الأهلي عمل مدربين كتير استفاد من مدربين لكن أيضا عمل مدربين كتير بتقاليد النادي الأهلي وبإفساح المجال للعمل في جو نقي للجهاز الفني ولذلك حقق بطولات كثيرة جدا مع مدربين أجانب ومدربين مصريين ومدربين من جميع الجنسيات أما نيجي نتكلم بقى بس نعاز أقول كلمتين صغيرين كده هناك مدربين كثيرين ابتدوا هم ما كانش حد يعرف عنهم حاجة حققوا نتاج كبيرة جدا فإذا الطموح موجود وده مطلوب بكلم كلمة أخيرة لجمهور النادي الأهلي النادي الأهلي نجحاته طول عمره بوحدة النادي الأهلي الوحدة اللي بتشمل اللاعبين وتشمل الجماهير وتشمل إدارة النادي الأهلي الوحدة دي كانت سبب كبير جدا في تقاليدها وإرساءها وفي جماعيتها اللي بتحقق النتيجة الكبيرة أنا بهيب بجماهير النادي الأهلي أن تقدم الدعم الكامل ليس الجهاز الفني فقط الجهاز الفني واللاعبين ولإدارة النادي لأن وحدة النادي الأهلي هي الأساس في كل نجاح دي نقطة أنا بركز عليها في هذا الجو اللي احنا موجودين فيه وفي بعض الأحيان مش عايز أتكلم جو محموم في بعض الأحيان من جهات مختلفة أنا بقول النادي الأهلي عشان ينجح وسبب نجاح النادي الأهلي على طول العمر هذه الوحدة الموجودة المنظومة جماهير مؤذرة مش جماهير متفرجة ولا سلبية عمر النادي الأهلي ما كان جماهير وسلبية كنا نشوف المدرجات الوقت اللي محتاج النادي الأهلي فيه الجماهير في المباراة عصيبة بتلاقي الجمهور مؤازر ومساند وبشراسة وبيحس اللاعبين على الأداء والجهد مش جماهير بقى قاعدة تتفرج ويتسقف وخلاص منتعة العملية دي صفة موجودة في جماهير النادي الأهلي ولذلك أنا بهيب بجماهير النادي الأهلي العظيمة الوفية اللي بتقف مع النادي الأهلي باستمرار إنها تتكاتف مع فريق النادي الأهلي مع جهاز الفن النادي الأهلي مع إدارة النادي الأهلي وانسي تم اختيار في أي حاجة لازم أأذر دكتور طاع اسماعيل بيؤكد على أهمية دور جمهور النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر في مؤازرة فريقه ودعمه من أجل تحقيق الإنجازات والبطولات المطلوبة والمرجوة في الفترة اللي جاية بيقول طالما انتهينا إلى هذا القرار ووصلنا إن هذا هو أفضل اختيار من وجهة نظر الخبرات الكبيرة الموجودة في النادي والقائمة على اختيار الأمور الخاصة بكرة القدم أو وضع التصور الخاص بكرة القدم كابتن محمود الخطيب دكتور طاع اسماعيل كابتن زكريا ناصف كابتن خالد بيبو إلى آخر طبعا الشخصيات اللي عندها دراية وخبرات كبيرة في عالم كرة القدم اللي حتى لو مش موجودة بشكل رسمي في اللجنة إلا إنها بالتأكيد في دوائر صناعة القرار أو بتأخذ نشورتها لأن النادي الأهلي غني بالكوادر المتميزة جدا وصحبة الخبرات الكبيرة في عالم كرة القدم وفي مقدمتها بالتأكيد الكابتن محمود الخطيب بيرجع لهذا الأمر وهذا الاختيار وحدد قواعده بشكل أكاديمي وعلمي وقال الدكتور طاها خلال جانب آخر من كلمته إن كان فيه أمور تتطلب مدير فني للفترة الجاية لديه طموح كبير مش انتهى خلاص من تحقيق كل أحلامه في عالم كرة القدم بل يجب أن يكون لديه طموح كبير يتفق مع طموح النادي الأهلي لعودة البطولات الدولية والقرية في الفترة الجاية والعودة إلى المشاركة بقوة والتألق من جديد للنادي الأهلي من خلال كأس العالم الأندية وهو ما وجدوه مع بصمات فنية سابقة في عدد من الأندية التي تولها كمدير فني ريني فايلر في الفترة اللي فاتت سواء اندرلاخت البلجيكي وهو من الفرق الشهيرة في عالم كرة القدم أو تجربته السابقة مع لوزان السويسري وقبلها تجربة أخرى مع نورنبرج في الكرة أو في عالم الكرة الألمانية عدد من التجارب والأرقام والقياسات الخاصة بهذا المدرب اللي وضعته في الصدارة في الاختيارات أو كان أنسب اختيار من وجهة نظر القائمين على صناعة القرار في هذه المرحلة وبالتالي بيطلب الدكتورة أسماعيل من جماهير النادي الأهلي التفاؤل بهذا الجهاز ودعمه ومؤذرته وتوقع من هذا الجهاز الكثير إن شاء الله في الفترة القادمة خلونا ننتقل لكلمة الكابتن سيد عبد الحفيز وحديثه إلى الحضور في هذا المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد وفي مقدمة ريني فايلر المدير الفني السويسري اللي هتولى الإدارة الأمور الفنية في الفترة القادمة نشوف كلمة الكابتن أو جانب من كلمة كابتن سيد عبد الحفيز ونعود لاستكمال هذه التغطية في النادي الأهلي محدش بيبدأ من نقطة الصفر كل بيجي يكمل على اللي بعده مسيج بتوصل لكل الناس للمدير الفني الجديد بقول له هتنجح بيك سيق تماما فكذا ورانا إدارة مستقرة ورانا جمهير العريضة ورانا الناس مهتمية جدا جدا بتفاصيلنا لكن أكتر من كل ده شغلنا حاجة الأخيرة اللي بيشتغل عليها النادي الأهلي أو الحكمة اللي بيشتغل عليها النادي الأهلي دايما بتقول يعني الجواب ما تقراه بعينك لما تسمعه بأذنك الشرط تسمع كتير كلام كتير تقرأ كلام كتير مهم جدا جدا كل واحد يعمل شغله لكن أهم من أن تقرأ أو أن تسمع أنت نفسك تعمل شغلك بما فيهم أنا يعني عندنا شغل كتير هنعمله عندنا حاجات كتير جدا دخلين عليها دور هيوكاس والسوبر وافراقيا عندنا ما عندنا شوقت نضيعه عندنا شغل كتير جدا نعمله مرحب بيك مرة تانية مرحب بجهاز الفني كله زي ما قلت لك هتنجح بينا وهننجح بيك إن شاء الله وتفاؤل كمان بنلحظه فيه كلمة الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة اللي قال أنه بدأ العمل بالفعل والتنصيق وتقديم كل المعلومات اللي طلبها ريني فايلر منذ أن أجرى عدد من الاتصالات مع المسؤولين عن كرة القدم في النادي الأهلي وقت ما تم التفاوض والاتفاق معه خلال تواجد كل من المهانس خالب مرتجي عضو مجلس الإدارة والكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات وقت ما كانوا بيمثلوا النادي الأهلي من أجل التعاقد مع فايلر في سويسرا وبدأت الاتصالات بالفعل طلب مباريات النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت وعدد من المباريات طلب ركز عليها بشكل خاص اللي فيها بعض السلبيات الفنية اللي يجب أن يبدأ بمتابعتها لتشخيص هذه السلبيات الفنية والبدء في علاجها فورا وكل المعلومات اللي أمدها به الكابتن سيد والقائمين على كرة القدم في النادي منذ لحظة وصوله إلى القاهرة اللي يبدأ عمله بالفعل وبدأ هذا العمل بتدريبات وبمحاضرة تمت مساء اليوم فيه تفاقل كبير وبيقول لنا حيبقى فيه تعاون الكابتن سيد بينه وبين كل أعضاء الجهاز من الجانب المصري مع الخبراء القادمين أو مجموعة العمل المعاونة من سويسرا لريني فيلر اللي هيقود الجهاز في الفترة المقبلة خلونا نتوقف مع فاصل قصير وبعد الفاصل نبدأ في قراءة المشهد بعيون الكابتن ربيع يسين وخبراته الكبيرة في عالم كرة القدم وتصوراته للفترة الجاية بعد هذا التعاقد والإعلان عن التعاقد مع فيلر يتولى المهمة رسميا بدءا من اليوم والتعاقدات الجديدة والإضافات الفنية اللي بتعلق عليها جماهير النادي الأهلي في كل مكان أمال كثيرة جدا لعودة البطولات الأفريقية والمشاركات الدولية في الفترة القادمة مع استمرار المنافسة وحصد البطولات المحلية في الفترة القادمة فاصل ونعود أهلا بحضراتكم مرة ثانية لسه معكم من خلال الأهل الليلة ونرحب ضفنا نجم الكرة المصرية الكبير والنادي الأهلي ومنتقى بمصر سابقا الكابتن ربيع يسين مساء الخير وأهلا بحضرتك كابتن ربيع أهلا بحضر محمد سعيد جدا لما أنا اللي أسعد طبعا موفق دايما أهلا بحضرتك حبدأ بالإشادة أيضا بالناشئين والشباب اللي بيحققوا نتائج كبيرة في المنافسات عالميا في كاس العالم سواء في الفولي في الكرة الطائرة أو في كرة اليد كان عندنا النهاردة أبطالنا تحت 19 سنة منتخب مصر تحت 19 سنة في الكرة الطائرة قبلهم في إنجازات كبيرة جدا على مستوى الشباب والناشئين ونتائج عالمية في كرة اليد عايز تقول إيه الأجيال دي وتقول إيه للمسؤولين عن الرياضة في مصر في كيفية أنها تحافظ على المواهب والقدرات الدفعات ناخدها طبعا الفترات الأخيرة بعد النتائج الغير عادية ما شاء الله اللي عملتها الفرق القوية جدا ما شاء الله نتائج كبيرة جدا ونتائج مبهرة طبعا ونتائج مشرفة الشباب لازم ياخد دوره فعلا وندي له الدفعات الكبيرة جدا لما يتوفر له المناخ المحترم في تجهيز ومعسكرات وبرامج وإداريات واتحادات وجمهور ومسندات على أعلى مستوى بيحقق أحسن نتائج حياتنا فعلا مصر مليئة بالشباب المحترم فكلنا كنا فرحانين مبسوطين جدا شباب زي الورد كنا بنتفرج عليه وكلنا بنفتكر الماضي الجميل يعني فيه أوقات كده كاننا ماضي في بطولات في أفزاز في مواهب في مهارة فهم أمتعوا الشعب المصري فعلا مفرحوه وفرحونا ومصر بخير فعلا مصر مليئة بالشباب المحترم الوطن الكبير جدا الموهوب لما بيلاقي الرعاية الكويسة لما بيلاقي المعسكرات لما بيتاجه التجهيز لما بيلاقي الفنيات العالية جدا بيبدع المصري متقلق وموهوب بس بيهاله الجو طبعا ببارك لهم وحياة جاملة جدا والواحد كان سعيدا فتر الفاتف فعلا بتتمنى إيه حضرتك بتتولى مهمة المدير الفني منتخب مصر للشباب على ما أتذكر موليد 2001 الجلل مع حضرتك بتقول إيه أو إيه المطالب اللي بيتمنىها أو بيتمنى توفيرها كابتن ربيع يسين من أجل عودة التقلق للناشئين والشباب عالميا في مصر أو على المستوى الدولي والأفريقي في كرة القدر دي مهمة جدا ناس محمد إن الشغل للولاد الصغرين بيحتاج وقت بيحتاج تجهيز بيحتاج معسكرات بيحتاج تخطيط وبيحتاج برامج قوية جدا عشان تقدر تصنع لعب دولي صناعة اللعب الدولي مطلوبة فيها الوقت الطويل ومطلوب فيها الاختيارات السليمة ومطلوب فيها التجهيز كويس قوي ومطلوب فيها الشغل الفني الكتير الفني الكتير يعني صناعة اللجمة حضرتك ما بتجيش في يوم وليلة فياريت المسؤولين في مصر يفكروا في المستابل المستابل هيجي بفضل الله ثم الصغير الناشئ اللي أنت بتربيع ليدك عشان تصنع أجيال للمنتخبات هاحسن نتائج أحسنت أن أحسن نتائج مش هتيجي وخلاص لأصده أن أجيال بتسلعنا خضلك فالأجيال الموهوبة لازم تلاقي تخطيط ولنظامات والتحادات قوية جدا والتحادات تباشر وتوفر لهم كل حاجة لأن إذا كنت عاوز تاخد بإيد الكورة أو عموما أي لعبة في مصر لازم تنزل من تحت في اختيارات في تنظيم في أوقات في معسكرات في برامج دي مهمة جدا مصر مليانة أعتقدش مئة مليون ما فهمش موهوبين فيهم في كل اللعبات المختلفة بحيطك لكن لازم لقوا الرعاية والاهتمام والتنظيم والتخطيط أنا أعشق التخطيط والتنظيم والنظام المثال فيه الإداريات والفنيات لأن حياتك الولد لازم تربيه صح يبقى معنى تربية الفنية اللي أصده كورة أن أنت لازم توجهه صح وتعلمه صح وتطربه صح كل ده هيخلق لك أجيال طبعا كبيرة تحقق لك أحسن النتائج فأنا أتمنى من المسؤولين في مصر أن يهتموا بالولاد الصغيرين ويعملولهم كل حاجة كويس عشان يلقوا نجوم أنا أسف طبعا أن ده موضوع ممكن نناقش ومحتاج لساعات لمناقشته وتخطيط له لكن كان لابد أن أمر على هذا الموضوع سريعا طالما بدأنا بالناشئين والشباب في عالم الرياضات الأخرى الطائرة وكرة اليد وكل اللعبات اللي ممكن نشارك فيها أو نظهر فيها بشكل مشرف ومؤثر عالميا هنتقل محضوك للأحداث السريعة جدا والمهمة اللي بدأت النهاردة في النادي الأهلي بعد ما تم الإعلام بالأمس وكل وسائل التواصل الاجتماعي أشارت للتعاقد مع ريني فييلر مديرا فنيا للنادي الأهلي شايف حضراك إزاي ريني فييلر التعاقد معاه اسمه كمدير فني والجهاز المعاون له بالتوفيط طبعا أكيد اللاجنة بخدت دكتورة أسماعيل على أعلى مستوى اختارت طبعا مدرب أكيد عنده طموع بها ينضم المدرسة إن شاء الله تساعده كثير جدا فيها قدرات تملك الإدارة الجيدة اللي أعلى مستوى اللي طبعا بتدور دايما على على اسم الكيان وإسعاد الجمهور وإضافة البطولات إن شاء الله بإذن الله تعالى طبعا كلنا بإذن الله في ظهره وفي نفس الوقت إن شاء الله هينجح لازم الجمهور يساند هذا المدرب ولازم كلنا نسانده بإذن الله تعالى بدل تعاقد مع النادي الأهلي دايما مسؤول النادي الأهلي بدوروا على الأحسن والأفضل والأمثل دي حقيقة ممكن ما يكونش اسم وممكن تكون الجمهور كمتوقع اسم جبير جدا لكن في الوقت الحاضر هو ده الموجود أعتقد أن ده أحسن الموجودين في الوقت الحاضر اللي موجود ده لازم جمهور نادر يعرف إن الإدارة بقيادة الكابت المحمود الخطيب بيتدور على أفضل وأحسن شيء عشان يسعدهم دي حقيقة الكل في منظومة النادي الأهلي بيشتغل عشان إسعاد الجمهور عشان الحفاظ على اسم الكيان عشان إضافة البطولات البطولات فدي حقيقة فإن شاء الله بإذن الله نتمنى له التوفيق وبعدين في نفس الوقت إحنا ياما النادي الأهلي بيصنع مدربين كبار جدا فيه مدربين ككتار جدا منهم مثلا جزئ كان قبل ما ييجي في النادي الأهلي كان من يعرف جزئ محترامي ومو من البرتغال مدرسة بعيد جدا كان دائما يتعاقد مع المدرسة الإلمانية مدرسة الإنجليزية وبعدها حياتك فجأنا بمانيول جزئ من البرتغال أبدع وتألق وتأكيدنا على كلام حضرتك يعني خلال فترة جزئ ما قبلها وما بعدها كان فيه أسماء من البرتغال عندها سيفيهات أكبر أو حققت نتائج أكبر لكن لم تحقق النجاح اللي حققوا مع هذه محليا ودوليا زي توني أوليفيرا أو فينجادا وعدد من الأسماء الكبيرة اللي اشتغلت فيه مزبوط فالله أصده أن منظومة النادي الأهل جاهزة للإبداع جاهزة للبطولات جمهور جاهز ما شاء الله بيحرك حياتك جمهور مثالي وعظيم إدارة جيدة جدا بتوفر كل الحاجات الجاهزة الفنية جاهزة فنية عمصة لعيبة أنا أعتقد أن الأهل يملك فريق ما شاء الله محدش يخاف على النتائج محدش يخاف على البطولات لأنه يملك القدرات اللي تقدر بأمنا تحقق له أحسن نتائج نبدأ من هنا من النقطة دي كابترابية هل اكتملت الصفوف هل القوى الضربة آخر أسماء انضمت بعد الإعلان عن صفقة أليو ديانج المدافع الشاب الأفريقي المنضم للنادي الأهلي عندنا صفقتين أسعد الجمهور النادي الأهلي جدا محمود متولي هو مدافع متميز جدا ومجدي أفشا كلاعب بلاي ميكر صنع ألعاب الكل بيشيد بقدراته وقدراته المهارية المميزة جدا هل في أي نقص في الصفوف أو صفقات جديدة مطلوبة ولا شايف أن القوى الضربة اكتملت لنا لا أنا من وجهة نظري أنه مفيش نقص يعني هو حضرتك كل مركز لو أنا مسكت كل مركز ذلوقتي وعادت صنفت هتلاقي كل مركز فيه تلت لعيفة وفي ما شاء الله كله على على مستوى الباكريت جاهز عندي الباكليفت جاهز عندي المساكين ما شاء الله إضافات متولي وياسر وخضاحتك مع سعد ومع أشرف ومع ربيعة وعودة ربيعة طبعا يكسر كبير طبعا دي حيئة ده كتير جدا ما شاء الله الدفندر عندنا يأخذ بالحياتك بالإضافات القوية وسط الملعب الهجومي ما شاء الله ده في عدد كبير جدا من العاب المميزة الخبرات والشباب الصغير إضافات قوية جدا الروس حربة زي كان أظهروا الناس شالة منه شوية لكن عشان هو الأهداف اللي بضيحها لكن إظهاره حلال عمل موسي من الأبد اللي فات رائع وكان هداف الدوري والعيب مبدع جدا والعيب قوي والعيب ينتمي والعيب جميل بيحب النادي قوي ويحب زميله مع طبعا عود الصلاح محسن إن شاء الله مع وجوده وإن شاء الله مروان من الإصابة أنا من وجهة نظر إن شاء الله كل مركز له ثلاثة نادي الأهلي التوفيق العيب النادي الأهلي هتحملوا مسؤولية يبذلوا أقصى ما يملكون عشان يساعدوا الجمهور والحفاظ على الكانون والبطولات وأعتقد إن النادي الأهلي يعني ماشي في الطريق السليم إضافات رمضان الصبح وليد سليماء إضافات قوية جدا سين الشحار سين الشحار لا إضافات قوية يعني الأسماء ممكن ننسى لكن إضافات قوية جدا صالح جمعة بعد عودته وتقلقه ناصر المه حاجات كثيرة جدا ما شاء الله أنا أقول مين ولا مين وفتحك واحد من اللعيبة للجمهور مبسوط جدا جدا ده ما شاء الله حاجة جميلة جدا يعني إضافات وممكن يكون يا حد نسيهم في الصباح طب عايز أقف مع حداك شوية عند وليد أزارو حداك شفت على السوشيل ميديا في الفترة اللي فاتت الناس ما بين إنها الجمهور زعلان جدا من أزارو بينتقد وليد أزارو الناس تانية بتقول يا جماعة ده مهاجم سترايكر أو هداف عنده قدرات عالية جدا حتى لو مش موفق في المرحلة دي ولابد من مؤذرته والصبر عليه وإن الجهاز الفني الجديد بالتأكيد هيعدل من أداءه بالشكل اللي يخليه يقدم إمكاناته كلها للجمهور حداك شايف إزاي الإشكالية دي أو مع أي رأي من الأراضي هو اللعيب بيجيه الوقت كان عندنا في لافيو برضو قاعد فترة جبيرة جدا سجل هدف إحنا لعيبتك وراء وممكن يكون الناس برضو ما تسلساش إن عدم التوفيه ده مهم التوفيه وعدها من التوفيه ده مهم جدا لكن هو شخص اللاعب نفسه هو إمكانيات اللاعب نفسه هو فنيات اللاعب نفسه هي دي الحسابات اللي بينه وبين أزاره أزاره أنا شايفه إنه لعيب كويس جدا إنه من وجهة نظري برضو لو أنا حطي الترتيب في الروس حربة في مصر أحطت أزار رقم واحد أنا مش شايفي يعني أخباك النادي الأهلي ما شاء الله والراجل لما جاء أسعدنا وأبدع وطألق وكان هدف الدوري وكان من أحسن لعيبة اللي موجودة في الدوري وأعتقد أنه أكتر من مرة تاخد المنتخب المغربي يعني لو كان من لعبي لو كنا فرضنا أنه لعب مصري بإمكاناته ستايل وليد أزاره وفي المرحلة الحاجة بتتولاها كلاعب ومهاجم في منتخب الشباب كنت هتستنى عليه أو هتديله الفرصة وتعدل من الأداء طبعا اللي في مشكلة فنية مع الوقت ومع الشغب تختلف المدير الفن ومدير الفن وزروب برضو فيه برضو اللعب ممكن يمر بحاجة عنده معينا خذ بحيطك زي دونه أزاره نفسه يعني هو احنا لم نختلف في الهام دي هو مش ممكن يعني في كل مباراة ولا في كل دوري ولا في كل بطولة هيبدع وهيبقى في الطالع ممكن فوقات يتلاقيه ما فيش توفيق وهو خلي بالك بيوصل كتير جدا هو ما بيقصرش هو بيحاول هو بيجري هو بيكتهد هو بيشتغل لكن برضو دوارد لأي لعب في أي مركز فالقصود أن أزاره من لعبة كويسة جدا إن شاء الله ولعب قوة جدا ولعب مخلص ولعب بتحس أنه حيطك أن أي لعب جديد بيجي في الناد الأهلي بينتمي للأهلي بينتمي للكيان بتحس أنه ديله سنين طويلة موجود فأزاره لعب كويس جدا وإن شاء الله بإذن الله تعالى مع عودة الثقة مع الجهاز الجديد مع النجوم والقدرات اللي موجودة بإذن الله تعالى في الفريق مع الخبرات اللي موجودة هيرجع أقوى وأفضل وإحسن بإذن الله تعالى أنا مش متذكر من المنتخب أو الفريق حدثت تتذكر في يوم الأيام في منتخب أو فريق من فرق أوروبا استعان بماركو فان باستن النجم الكبير والمهاجم العالمي في أنه يعمل تدريبات تخصصية للفرودة في النادي ده أو المنتخب ده للمشتذكر اسمه هل حضرتك مع فكرة أن التدريبات التخصصية دي للمدفعين لعلاج عيوبهم أو للمهاجمين لتحسين أداءهم وترجمته الأهداف دي أمور مهمة في عالم كرة القدر طبعا للتلت خطوط للضخط الضهر وست ملعب للهجوم دي لازم وإحنا تعلمناها طبعا كان بيعلمنا كالوتشال مجري يعني أنا تعلمت فنون ووظائف الباكليفت الدفاعية والهجومية منه الهجومية خدتها من الكابتن جوري والدفاعية خدتها على أصله على أصله في الوقفة في التوازن في التقطية في أنك تعمل تاكلينج على الأرض فكل ده خدته في تخصص صحه كنت بعمله فبرضه وسط الملعب له تخصص شغل معين كل خط له شغله معين في الملعب بالنسبة للطول وبالنسبة للعرض في التلت تلات برضه الفراودة لو شغل طبعا في التمنتاشر وبرد التمنتاشر لكن هي هي حضرتك برضه مع الوقت ومع الخبرات الرأس حربة أكيد أو اللاعب أكيد أنه وبع خبراته مع فنياته ومعه موهبته بيزيد لأنه دي كلها مواقف إحنا عندنا يا صلو محمد حضرتك في الكرة المصرية فيه سلبيات كتيرة جدا عندنا بعض السلبيات في متغيرات المباراة متغيرات نفسها في سير المباراة الفني عشان كده مطلوب شغل من المدير في فني فني كتير جدا للفرا يعني برضه جمهور الأهلي في حالة في حاجة إلى إبداع دائما متعود على الأداء يقولك الأداء شوفوا السنفات بيكسب وياخد دهول لك عشان أداء بعيد عشان الفرمة عشان الإبداع عشان مدرسة الأهلي جمهور الأهلي دايما بيطلب ومتعود على كرة حلوة ونتائج طبعا للتنين مع بعض فده إن شاء الله لعيب إذن الله تعالى وربنا وفاهم بمشاهده طيب كان فيه تصريح متفق مع الحلاج بتقوله ده من تصريحات فيلر المنسوبة إليه دايما أبدا حديثه عن أمرين إن كرة القدم بتحتاج في المقام الأول الأداء الممتع الأداء الجميل والمتع في كرة القدم ثم تحقيق النتائج إن الأمرين مهمين مش النتائج بس هل ده يبشر أو يخلينا نتفاقل بإنه هيشتغل على ده وإن عندنا مجموعة لعيبة قادرة على توفير أو تحقيق ده قادرة دي اللعبة أسوأ اللاعب واللي بيصنع البطولات اللاعب الجيد واللي بيصنع النتائج الجيدة وطول عمره نظوم تنادي له المحترام هو لعب جيد قدرات جيدة بعد كده المدرب وده دور وده كلام من مدرب عارف أنه جاي عاوز لأنه هو تعاقد مع له وعارف أنه مسؤوليته كبيرة جدا وعارف أنه مطلوب منه كتير جدا تصريح موزون من مدرب عنده خبرات كبيرة جدا عارف أنه جاي على مدرسة كبيرة جدا البطولات موجودة لكن عاوز أداة عاوز الأداة مع البطولات وده الموجود وده اللازم موجود بإذن الله تعالى وبيقول كمان أنا مدرك حجم الضغوط اللي هتعامل معها لحجم الشعبية وحب جماهير النادي الأهلي لهذا النادي العريق وحجم الجماهير الكبير جدا والتطلعات دايما للفوز بكل البطولات اللي النادي بيشارك فيها فهو تركيزه على ده وأنه قادر على التعامل معها بيعد أنه قادر على التعامل مع حجم طموحات وشعبية النادي طبعا إن شاء الله مدرب شاب مدرب بإذن الله كبير إن شاء الله من مدرسة بعيدة عن مصر شوية لكن إن شاء الله ينجح بإذن الله تعالى بامتياز بإذن الله وهيشتغل ومع قدرات هو بتاع الشغل بإذن الله واللجنة برضو اختارت واحد أكيد بإذن الله تعالى أنه أنه هيشتغل وأنه هيتعب وأنه هيحقق وأنه يعمل كلها جد طموحنا بإذن الله تعالى فإن شاء الله ربنا وفقه وكلنا متفقلين لللجنة والناس تعبوا جدا لكن إن شاء الله اللعبة تساعدوا والإدارة تساعدوا الجمهوري تساعدوا طلب معلومات كثيرة جدا خلينا نشوف التقرير ده مع حضراتكم مع كابتن ربيع ياسيم جانب من تصريحات ريني فييلر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي من خلال المؤتمر الصحفي صباح اليوم ثم نعود لاستكمال الحوار مع الكابتن ربيع ياسيم أولاً أقول مرحباً من خلالي جذكركم وسلم على كل الناس موجودة رحباً بالناس موجودة في الصلاة أنا مجدداً أن أكون مجدداً ومجدداً فخور جداً أكون أعدو من النادي في النادي معكم أنا عايفي النادي كبير ليه تقاليد عظيمة وليه جمهي رائعة وليه أهداف عظيمة أنا متأكد إن شاء الله أن أحاول أن نحقق كل أهداف اللي هو عايزة النادي بياطمح لها لازم نكثب أنا عايف دا كويس وليه أقول لكل الجماهير وكل الناس اللي حولي النادي نحن نحصل على كل الألقاب عندنا شغف كبير ونحن نبدأ أنا والجهاز بتاعي نبدأ بعد الظهر النهاردة التمنيم على الآلي ونتمنى إن شاء الله لأول مباراة اللي عبها لها كمان عشر تيام نحقق فيها النجاح كبير كابتن ربيع ياسين تعليق حضرتك على الجانب الإيجابي أو روح الإيجابية اللي بيتكلم بها في أول لقاء له مع الجماهير المصرية والإعلام المصري ريني فييلر وإدراكه لحجم انطبوحات النادي الأهلي وأنه بيعد أنه قادر على تحقيقها والفوز بكل المنافسات اللي هيخدها إن شاء الله في الفضل هو طبعا عارفه جاي وعارف أنه بنتمي لمدرسة كبيرة جدا مدرسة بطولات طبعا أداء زمال مسؤولية كبيرة جدا هيشتغل هيكتهد هيحاول مع الفرقة عارف أنه عنده نجوم عارف اللي مطلوب منه كتير جدا وده صرح بيه بإذن الله تعالى أن يحافظ على البطولات وديه طبيعي جدا وأعتقد أنه قبل حتى ما يتعاقد معنا دي الأهلي أكيد عارف وشاف وعارف أنه جاي على صرح كبير جدا ما شاء الله نادي القرن يعني فكلامه موظون وكلامه هايل جدا بإذن الله كله الطموح لأنه احنا ما نعرفش غير الطموح فهو أكيد جاي وبرضه عشان نطمر الجمهور جاي وجاهز لكل حاجة وعارف أنه مطلوب منه الكتير والكتير والكتير هو بدأ الشغل النهاردة مباشرة بعد وصوله وبعد انعقاد وانتهاء المؤتمر الصحفي وأول تدريب له مع الفريق مساء اليوم قدام حضرتك على شاشة ما فيش وقت لايه حاجة الراجل برضو ينزل على طول واشتغل بإذن الله تعالى كل التوفيق بإذن الله كل التأدير كل الاحترام احنا في ظهره بإذن الله تعالى والناس ساندوا وكل الجميع ساندوا وإن شاء الله يحقق طموحنا بإذن الله فكل حاجة الناس تنتظر بإذن الله ومتسعجلش في الأمور وإن شاء الله يبقى موسم قوت جدا للنادي العلي في الأداء وفي النتائج وفي البطولات بمشيئة الله تعالى وإحنا بنتابع جانب من كلمة فييلر في المؤتمر الصحفي كان لكابتر ربيع عسين تعليق على عمر المدير الفني الجديد هل حضرك مع أو من المدارس اللي بتميل إلى هذه المرحلة العمرية للمدرب يبقى في الأربعينيات يبقى صغير في السن نسبيا أن ده ميزة للمدرب هؤ�� هو كل واحد حسب شخصية المدرب المدرب ركم واحد شخصية بصرف نزع عن السن فهو راجل جيف إذا كان سنه صغير بس أنا أعتقد أنه أنا أميل ركم واحد الشخصية في نفس الوقت أكيد عنده فنيات وأميل برضو للسن فيه وقت بتحتاج سن معاين وفيه وقت بتحتاج سنه صغير وفيه وقت بتحتاج سنكبير فهو جاي في مدارس goals لكن المدرب فط كان في الخمسينيات أو الاربعينيات دي ميزة كترابياء فط ذهنيا وبدنيا قادر على المشاقة والحركة مع العيبة في الملعب والوقوف معهم طول الوقت كلام ده مهم طبعا جدا هو الوقت ده عاوز المدرب العافي لأنه النجوم الكتيرة بحجم النادي الأهلي برضو مطلوب برضو مدرب معين خلينا نواقعين يعني لأنه عنده نجوم كبيرة جدا الشغل كتير حجم الشغل مع النجوم دي كتير حجم البطولات محتاج شغل محتاج محتاج حاجات كيرة جدا لأنه كل وقته مع اللعيبة لأن النادي الأهلي حجم الشغل أنا بقول يعني دايما أن المدير الفني مش 120 ديئة ولا 90 ديئة أنا أعمل دايما لليوم كله فحجم الشغل كتير هو ما شاء الله إذا كان جاي 46 سنة فماشي مع الشغل المطلوب في الوقت ده هل النادي الأهلي أو فريق الأهلي محتاج شغل مكسف برنامج عمل مكسف في الفترة مكسف لأنه معه مجموعة جبيرة جدا ومعه قدرات مهمة جدا لكن احنا برضو الشغل أنا بتكلم على الشغل فني بس الشغل الفني محتاج وقت كويس أو محتاج معسكرات محتاج ترابط محتاج أنك تعد محتاج أنك تشرح كتير محتاج أنك أنت حاجات كتيرة جدا المعسكرات الطويلة بالنسبة للمصري أساس محمد بتوجد اللي احنا عاوزينه توجد أداء مع نتائج ده اللي نقصده فإذا كانت عودة الأداء الجميل اللي فيه بهار وإمتاع لجمهور النادي الأهلي فهيجي بالشغل وفي نفس الوقت الفترة دي برضو محتاجة شغل ومحتاجة عافية ومحتاجة قوة ومحتاجة سرعة ومحتاجة حضور كتير جدا فإن شاء الله بإذن الله تعالى كل التوفيق كل التوفيق وإحنا متفقلين جدا جدا للحالة دي برضو بإذن الله وإن شاء الله منستعجلش الأمور وكل شيء بإذن الله ثم العمل نوصل اللي احنا عاوزينه طيب الوقت دي نسبيا زي ما حضلك قلت لأن المباريات والبطولات مطلحقة مفيش مساحة أو مفيش فترة إعداد جديدة ياخدها مع الفريق هل هتكفي أعين فايل هذه المعاون إنها تحكم على اللاعبين وتكون وجهة نظر وتوصل لأفضل تشكيل نائي من كابتن سيد عبد الحفيز وكابتن سامي أمصان مع طبعا التقييم الشخصي الفايلر طبعا سيده محتاج جسامي دول لهم دول لأنهم مع الفريق يقتل من ثلاث أربع مواسم وفي نفس الوقت تأكيده ويحتاج معلومات زادوا أنه هيتفرق طبعا على المتشات اللي موجودة وفي نفس الوقت هو المدرب الواعي الزكي طبعا الناضج اللي عنده خبرات في الملعب يشوف وفي نفس الوقت هو هيستعين بشراية موجودة من المتشات اللي فاتت واللي فاتت وأشوف أعرب تشكيل لأعرب بطولة لسابات التشكيل مين أكتر واحد اللي يعني في الفترة الأخيرة دي حاجات طبعا إضافات وسيد له ودول كبير جدا في المعلومات مش كلام وسامي طبعا له ودول كبير جدا في المعلومات وأعتقد أن الراجل بإذن الله تعالى يسترع كويسا أوه في نفس الوقت مش هلاقي مشكلة بإذن الله تعالى لعيب النادي الأهل لعيب مثال لعيب عنده أخلاق لعيب بيجي عن نفسه لعيب بيحب النادي بصرف النظر أسرة النادي الأهلي حتى في الفرية الكرة هتلاقيه بفضل الله تعالى دائما بيحافظه على كان وبيحبه كان أي حد يلعب وأي حد موجود وأي حد يغير فإن شاء الله يفيش مشاكل خالص في نفس الوقت أكيد أن السامي وأكيد سيد بإذن الله تعالى بيمنهم إضافات فيما زاده رؤية السلبيات اللي حد تكلمت عنها من شوية إيه أبرز السلبيات وملاحظات الكابتن ربيع ياسين الفنية على أداءنا سواء محليا أو أفريقيا في الفترة اللي فاتت وبتتمنى أنها تكون أولويات عمل الجهاز الفني الجديد بقيادة فييلر علاج الأخطاء أو السلبيات آه وإحنا عندنا سلبيات في أداء عندنا سلبيات في شغل جماعي عندنا سلبيات في فرديات عندنا سلبيات في أخطاء دفعية قاتلة خلفتنا كتير جدا عندنا سلبيات في شغل فني خلال سير المباراة التحضير اللي قبل المباراة يجب أن يكون نموذجي في التشكيل في التوظيف في التدوير في التغيير الداخلي والخارجي ده مهم جدا في إهدار الفرص في الأصول كتير جدا في نهاية الهجمة بحيثك في الأخطاء الفردية الدفاعية المتكررة من القلب ده كل ده كان موجود في الأداء طبعا نعاوزين أداء عالي جدا وراكي جدا أداء النادي الأهلي ومدرسة النادي الأهلي اللي جمهور النادي متعود عليها واللي الناس كلها متعود عليها دي كلها أعتقد أن كانت متغيرات موجودة وسلبيات موجودة وشكل كان موجود الناس مش مبسوطة منه فالجماعية برضو والترابط الفني ده مهم جدا مدرسة الأهلي طولها مرأة معروفة بالأداء الممتعة بالإبهار بكل حاجة في الكرة لازم يكون موجودة التصوير لازم يكون موجود السوابت لازم يكون موجودة. الشغل الاوبرلاب. الجناب. العمق. الشكل. شخصيت النادي الاهلي. متاعة. التزديدات على المرمى الناس بتشوف انها كانتش موجودة بشكل كافي. طبعا تصويب. اه طبعا. حاجات كتيرة جدا. بحياتك. ان شاء الله دي مطلوب بإذن الله انا هتعالج كويس قوي. فان شاء الله بإذن الله تعالى. ترجع ان شاء الله مدرسة الاهلي. مدرسة الجمال. والابهار والامتاع بمشيات الله تعالى. نتائج طبعا احنا ما فيش شك في واحد فيما ان النتائج موجودة والبطولات موجودة ان شاء الله. احنا عاوزين بالإدفاع. بالإضافة للبطولة. الأداء. بالإضافة للجمال. إضافة للبطولة تحت شخصية النادي الاهلي. شخصية الزعيم. شخصية الكبير. النادي الاهلي الكبير بفضل الله. شعبية النادي الاهلي جاءت عشان المهارة. عشان الابداع. عشان الامتاع. عشان الموهبة. عشان كان فيه لعبة موهوبة عشان الحب عشان الترابط كل ده شخصية نقال فإن شاء الله ترجع بإذن الله تعالى ودي سلبيات إن شاء الله التعالج بإذن الله تعالى هبدأ من خط الدفاع هل بعد التعاقد مع محمود متولي وقبله ياسر إبراهيم مع عودة ربيعة وهو مكسب كبير بإجماع الأراء وأيمن أشرف وسعد سمير كل المجموعة هل نقدر نقول إن النادي الأهلي أصبحت عند قوة كافية في خط الدفاع على مستوى المساكين تحديدا ونقدر نعالج بها أي قصور دفاعي ظهر في فترة فاتت إن الأساسي حيبقى على نفس مستوى البديل طبعا مين يخترق المجموعة لحيث أكلتان إضافة متولي وإضافة ياسر مع ربيعة ومع سعد ومع أشرف أيمن أشرف عودة كمير رامي ما شاء الله دول كلهم منتخب مصر أنا عاوز أكثر من كده حيث كأنا بتكلم بفنيات أنا عارف أن دول كلهم أولادي فيهم ثلاثة أنا مرنتهم ربيعة ومتولي وياسر ثلاثة قوي جدا فاهمين نضجين شباب زي الفل مية مية إضافة قوية جدا 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 وبرضو مع التعاقد مع ياسر ومتولي عودة رامي ربيعة مع أيمن أشرف ومع سعد سمير أنا يعني قوة غير عادية أنا من وجهة نظري إن أفضل خط ظهر موجود في مصر هما الخماسي أو السوداسي أكثر من كده إزاي حنستفيد بوجود لعب خبرات كبيرة زي النجم أحمد فتحي وإنه رجع وظهر بمستوى رائع جدا مع مشاركته في المباراة التسعة اللي تعلق فيها اللاعبين بقيادة الجهاز الفني في الوقت ده بقيادة كابتن محمد يوسف خرج الجمهور راضي جدا عن الأداء وعن شغل الكابتن يوسف في المباراة دي وعن أداء النجوم وعودة بعض النجوم زي ما حداك قلت زي صلاح محصن عندنا طموح اللاعب الشاب الصاعد الكل بيشيد بيه محمد هاني وعندنا خبرات كبيرة هل دي ميزة للفريق هيبقى فيه منافسة في الباكرايت بين لتين طبعا طبعا أحمد فتحي قيمة كبيرة جدا ولعب كبير جدا ولعب جوكر أحمد فتحي من باكرايت لتفندر لمساك ثلاث مراكز يلع فيهم في سنه ده ما شاء الله أحمد فتحي شباب شباب ولعب ملتزم ولعب راجل ولعب تاريخ كبير جدا في المنطقة مصر ونادي الأهل هاني المستابل هاني جميل بدأ يزيد وبدأ يرتفع وبدأ يعني العيب ما شاء الله مستقبل متى النادي الأهل فكل ده موجود وكل ده موجود في الفرق يعني أنا أعتقد أن أي العيب موجود من الخبرات السابقة إذا كان عشور أو فتحي أو وليد فده مكسب كبير جدا مكسب كبير جدا للمجموعة وللنادي وللفريق والأداء وللموسم ويعملوا أضافة كبيرة جدا على أقل على أقل في الترابط بإذن الله الباكليفت بعد مشاركة محمود وحيد في نفس المباراة وأيضا شارك وظهر بشكل جيد جدا أيمن أشرف قبل ما يكون مساكه وفي الأساس لعيب مدافع وتألق طبعا علي معلول بشكل يعني ما يحتملش أي جدد شايف المركز ده إزاي على رأسه علي معلول اللعب منتخب تونس عمل موسم رائع بتالي من أحسن مواسم بل ممكن يكون أحسن لعب في الموسم اللي فات علي معلول لعيب هداف نضغ جبير جدا ما شاء الله زاد حاجات تتطور عندنا يعني دلوقتي زي ما قلت حياتك المركز ده فيه معلول وبعدين حضرتك بعد كده محمود وحيد محمود وحيد من اللعبة كويسة جدا وباكليفت ماشاء الله من الصفقات الجديدة حتى لو كان في انقلات يناير لكن ظهر بشكل مقلع للفريق كأنه يعني بيقدم نفسه من جديد للفريق وبعدين عندك أيمن أشرف تلاتة ماشاء الله أكتر من كده ماشاء الله يعني فأنا اتكلمت على الخط التاني بوس ماشاء الله مليان زي ما تكلمنا على الباكريت تكلمنا بفضل الله تعالى على الباكليفت ومليان كل خطوطي وكلمنا على كل مركز بأمر الله تعالى هتلاقي أكثر من تلات لعيب وماشاء الله تلات لعيب على أعلى مستوى أكثر من كده فالجمهورية اطمئن إن شاء الله وحاليا في المركز ده كمان موجود عادل الفريق حسين السيد بعد فترة كان معار فيها حسين السيد موجود مرة ثانية مع الأهلي مع المجموعة دي في الباكليفت إن شاء الله هل دخول حمدي فتحي بمستوى يعني أعتقد فيه إجماع علي يعني هجوميا ودفاعيا كهفدفندر بارز مع الخبرات الكبيرة الكابتن للفريق حسين عشور وأيضا تألق السلاية في الفترة هل المركز ده أصبح كمان ما فيهوش أي قصور ومعنناش أي مشكلة في الهفدفندر مع التعاقد الأفريقي برضو في نفس المركز فيه لعيب أفريقي إنه يتعاقد ما تعريبه في الهفدفندر أليو ديانج نحن نتكلم إنه مدافع لسه مشكلة في الملعب يعني هيستفاد بي كمدافع ولا كهفد في النظر عمني فاتح خطف الأنظار طبعا لعيب كبير جدا النجم ما شاء الله أدى مقنع جدا فنياته عالية جدا بينفذ ده نجح بامتياز مع السلاية متقلق ما شاء الله وكان المفروض السلاية ما يبقى موجود فيه منتخب مصر الفترة فده حيه حقه حاجة جميلة جدا مع الخبرة كبيرة القيمة كبيرة جدا عشور عشور ده قيمة كبيرة جدا وخبرة كبيرة جدا وراجل كابتن نادي الأهلي من تاريخ كبير جدا ما شاء الله يعني تلاتة خد واحدتك موجودين ده غير اللعب الجوكر انت ممكن تماما تجيب أحمد فاتح وممكن توظف احنا عندنا خلي معك أكثر من اللعب جوكر اللعب أكثر من المركز ده حقيقة مين أحمد فاتح ومين اللي حداك بتشوف أنه ممكن استغلالهم وينجحوا في أكثر من المركز في المركز في صارح جمعة وليد سليمان رمضان صبحي مرحسين الشحات كتير جدا اللعب الجوكر اللي هو مطلوب عشان خدا حضرتك احنا مطمئنين وفي نفس الوقت اللعب أكثر جدا في أكثر من المركز وده حقا كويسة وعلى أعلى مستوى ومهارين ما شاء الله الحاجة المميزة في تيم النادي الأهلي النادي الأهلي كان طول عمره بيعتمد على المهارة اللعب متاعهم مهاري عشان كده بتلاقي إبداع وتلاقي جمال وتلاقي نتائج وتلاقي حلول وتنويح هجومي وتلاقي في الديئة 96 والديئة 97 والديئة 90 عشان الحلول وعشان الفرديات وعشان المهار لعيب النادي الأهلي دائما لما بيتعاقل أهلي مع لعيب مهاري المهاري يكسبك في أي وقت وبحيطك لأنك بتلاقي زحمة بتلاقي مدفعة بتلاقي يأخذ بالك خطوط فيحل لك الغاز اللعب المهاري وكنا بنشوف تقلق أبو تريكا في إبداعه بركات في إبداعه ومتعب في إبداعه اللعب المهاري ده بيحل الموقف الصعب هي القصة بتاعنادي لها إن الإبداع بيجي من المهار تشوف في التمانينات الكابتن الخطيب بقى لك الكابتن أسماء كبيرة جدا مهارية عشان كده الناس يتعود على الإبداع يا سيد محمد يتعودت على التقلق يقول لك لا عشان كده تكسب الدوري بدون إبداع إحنا كسبنا بس فين شوف يعني فهو الإبداع طول عمر المدلسة الأهلي فيها إبداع فيها مهارة فالقدرات اللي دائما إنه ده أهلي بيجيبها موهوب فأحنا مطمئنين إنه فيه هل ده هيتوفر في المنافسة بين مجدي أفشا وصالح جمعة على مركز صنع العاب والبلايميكر لأنه التعاقد مع أفشا وقدرات وإشادة الجمهور بظهوره مع الأهلي في المباراة الأخيرة وهيخلي بينهم ونفسة طول الوقت بصالح الأهلي طبعا وقفش إضافة كبيرة وقوية جدا ولعيب جوكر يلعب فاكتر بمركز ماشاء الله كورتو عنده الرؤية هايلة عنده التمرير هايل ماشاء الله عنده الصناعة بالمساندة هايلة طبعا والمساعدة صالح صالح من وجهة نظري إن دماغه كلها كورة ده فعلا كورة ويلعب فاكتر صالح ممكن دفندر التاني اللي بيزيد من تحت وممكن تحت روز حربة وممكن توظف في مين أو شمال صالح جمع ماشاء الله العيب جوكر والعيب مهاري على المستوى ودايما العداد بتبقى للمنافسة العداد في النادي الأهلي إن بتبقى لصالح الفريق للنتائج وللأداء وللإمتاع وللبطرة والمحافظة على الكان فأعتقد إن أفش وصالح بإذن الله تصابقوا بإذن الله للإتنين يساعدوا في النتائج إن يساعدوا في حاجات كثيرة جدا نكون ابن أفتقدها برضو الموسم اللي فات في هؤوات فإن شاء الله برضو صالح جمعة إضافة قوية جدا وصالح ما شاء الله الفتخ يرجع وبقى موجود وأبدع وإن شاء الله هو قفش يعمله أدوار كويسة ويساعدوا الفريق بإذن الله هي الحاجة اللي تتمنى حضايق فيلر يحققها للاستفادة بأفضل شكل بالمجموعة الكبيرة الموجودة حوالين البلايميك ريمين وشمال بنتكلم هنا عن أحمد الشيخ بنتكلم عن أجاير رمضان صبحي وليد سليمان حسين الشحات مجموعة ممهزة جدا إضافة لأي فريق إذا نستفيد بيهم بأفضل شكل ننسينا أجاير وننسينا كمان أحمد الشيخ دول الأتنين أحمد الشيخ معنش النفسي ياخد فرسطة هاخد ولد مبدع ولد هايل هداف ما شاء الله لعيب عنده عنده الحسن رائع في التلت الأمامي لوت تجارب تحت قيادتك في المنتخب لا بألوش بس أنا حضرتك نجح في المقص ونجح عندنا خلي بالك لو وقت كثير اللي بياخد فيها بيسجل فيها بس هو حظه أنه بعت شوية أنه حاجات تتيلة جدا لكن نعيب مبدو لعيب كويس جدا وإضافة بص برضو نسينا ما شاء الله وعندك هاجيب هاجيب من أحسن لعيب اللي جات في النادي الآلي الناس ما تبصش برضو أن السنة دي بعيد بس هو راجع من إصابة لكن بص الموسم اللي قبل اللي فات جوكر لعيب بتلعبه راس حربة أهمي بتلعبه تحت راس حربة يمين شمال ماشا مبدع وهايل أصوله أن القدرات اللي عندك السنة دي تخليك تعمل كل حاجة بإذن الله كل ده للصالح لصالح كان فيه اعتماد على وليد أزارو فيه إجماع أيضا على قدراته وعنده قدرات مميزة جدا حتى لو زي ما حضايك قلت غاب الفترة رفاتت لكن نرجعه المستوى يرجع للتوب فورم ده شغل الجهاز الفني هل حضايك شايف أنه لابد من الاستفادة بكل العناصر دي ما بقاش عندي لعب وقدرات صلاح محصن ومجمد أو بعيد عن الأحسابات عشان لما يغيب عندي لعيب أو يفقد فورمته أو يصاب لقدر الله ألاقي لعيب البديل جاهز في الملعب وقرأي في المستوى كان لازم يوعد أزارو وعندي اتنين مرؤون محصن مرؤون محصن وصلاح محصن وصلاح محصن عاوز أن الرجل يبقى في ظهره وياخد الثقة هو فعلا كان لازم أزارو يوعد شوية منفحش هو برضو بيضيع وألعبه بالعكس أنا رايحه كويس جدا ونظم له أموله ويقوم له برنامج قوي جدا ويقعد معاه ده لعيب كبير وناضج وفاهم أنه هو مهم جدا ويقعد بقى رجعه المدرب برضو لازم يبزاكي جدا إمتى رجعه وإمتى قعد وإمتى أبدل وإمتى تديله عشرين دي وإمتى أبتدي به حاجات كتيرة جدا مطلوبة في المدرب بإذن الله لكن هو بصلاح محصن لازم ياخد فرصة أكبر هو لعيب كويس ولعيب موهوب والمسابل معه شاهدك ظهوره في مبارات التسعة الجمهور كان سعيد جدا بقى داور جوعه بيقول يعني خسارة يبقى لعيب زي ده بعيد عن الملعب وهو برضو حضرتك اللعيبة برضو كلمة لأبناء اللعيبة أنهما يتحملوا المسؤولين همما بيمسؤولوا كهان كبير جدا وشافوا طموح الجمهور ما بيقفش في النادي الأهلي وموضوع مش موضوع بطولات بس موضوع حاجات كتيرة جدا مدرسة الأهلي كل بطولة فيها بإذن الله بيشترك فينا لازم بأمر الله تعالى خدمع الإبداع والإبهار والأداء الجيد الراغي وده إن شاء الله متوفر أنا من وجهة نظري ما بجملش لكن بقولك المتحق أن النادي الأهلي يملك مجموعة ما تقلقش انسجام تفاهم فنيات جاهزين فمثالي أن مجموعة النادي الأهلي دي ما شاء الله ما فيش أجهز مركز فيه ثلاثة على أعلى مستوى ما شاء الله فالناس إن شاء الله تتفعلوا والمسلم ده يبقى قوي في كل حاجة كيف نعيد دوري الأبطال الأفريقي إلى النادي الأهلي على مستوى المطالب المطلوبة من الجهاز الفني الجديد بقيادة ريني فايلر أو نصائح حضرتك وأي طلب بتوجهه لنجمنا ولعبين في فريل أولا أفريقيا أنت لازم تستعادلها بشكل خاص بالنسبة للمدرب في حاجتين مهمة جدا توفيها الله سبحانه هذا سم المدرب في قراءته بقى للمنافس في تحطيره للمنافس كويس أو في تجهيزه لفرقته وده مهم جدا أفريقيا غير الدوري أفريقيا محتاجة القوة محتاجة الصورة محتاجة الفنيات محتاجة المتغيرات الفنية غلال أحداث المبرى محتاجة أنك تفكر في الخارج وفي الداخل الخارج غير الداخل في الطاقس في الملعب في الزروف في الصفر كل ده لازم يتكون عند اتنين ومين جدا اللاعب والمدرب المدرب واللاعب عليها بس ملاحظة أن حضرتك قررت ملحوظة المتغيرات الفنية خلال المباراة الوحدة واضح أن حضرتك عندك رأي مبني على مباراة الفترة اللي فاتت أنه كان في بي قصور أو عيوب فنية في الأداء وبيبقى لابد من حلها سريعا وده ما كانش بيحصل ده ما تشس انتكت عندنا خطأ كبير جدا اتنين غير تلاتة غير أربعة غير خمسة ده مهم جدا دي متغيرات اللي بتكلم عليها بحيطك ولو كنا مثلا اتنين وقفلنا ممكن يتعاوضوا في موصف تلاتة وكذا لكن المتغيرات احنا ما قرناش الجيم كويس ما شفناش المنافس كويس ما درسناش كويس ما فاهمناش اللاعبة كويس دي المتغيرات اللي ممكن تحصل وافريكا تغيرت افريكا تغيرت طبعا وبيتقاو أقوى وأفضل وأحسن حاجات كتيرة جدا القصود المتغيرات دي مهمة جدا اللي لازم يبني عليها المدرب شغله في الداخل والخارج وماتشو بماتشو فمن هنا لما حفظ اللاعبة كويس اللاعب حادثك سهلاب طول مبركز عنده التزام عنده الصرار عنده رغبة بداخله الفنيات انا احترم الفنيات افريكا بيت فنيات ما ينفحش هوجه افريكا بدول فنيات هقصر كتير جدا وهتعم لكن الاهل طول عمره واقف فنيا لما بتاخد مطولة بتاخدها فنيا بتعمل نتيجة في الخارج وبتيجي في مصر بتخلص عليه بأمرنا فنيا بلغة الكورة فالأصده ان مهم جدا شغل المدير الفني فنيا وتحضيره وتشكيله وتوظيفه وتدويره وقراءة منفسه وفي نفس الوقت السعر المباراة التسعين دي مهم جدا المدير الفني مع اللاعب طب هل هو اختبار صعب اول لقاء هيتولى الادارة الفنية له ريني فايلر مع الفريق الأول في النادي الأهلي هيكون خارج مصر هيكون مباراة أفريقية خارج ملعبنا ومباراة الذهاب القادمة مع كانو سبورت كيف ترى هذا الاختبار الأول لريني فايلر اقول ان شاء الله بإذن الله تعالى بالنسبة الفواري كبيرة جدا ما بيننا وبين الفريق الرحيم طبعا ان شاء الله يبقى ماتش سالي بإذن الله تعالى ازن الله ما فيش خوف منه خالص احنا منبصر الأدوار النهائية لكن الدور ده ان شاء الله فواري كبيرة جدا نحن عندنا اللعيب عندنا القدرات عندنا الخبرات بأمر الله تعالى أوقات كثيرة جدا بيبقى ماتش لعيبة أوقات كثيرة جدا بيبقى ماتشات مدير فني وأوقات كثيرة جدا يبقى مدير الفني مع اللعيب ولا يبقى مدير الفني هي دي المتغادرة اللي بتكلم عليها فإن شاء الله الماتش القادم ده بمشيات اللاهلة ده متعلق قدرات اللي يملوكها نادي الأهل نادي الأهل يملوك قدرات تحسن و تغير و تراح الجميع بإذن الله فموتش بإذن الله تعالى مع أنه خارج المباراة خارج البلد خارج هنا للقاهرة لكن اللعبة تحسنه بإذن الله تعالى وهو يكون إن شاء الله يتعود و شاف و أرى و أرى الموقف و يبتدي بقى لأنه لو تلاحظ من النهار ده نزل الملعب ما دايحش وقت عشان تنسجام عشتفاهم عشان يعرف اللعبة طبعا بإذن الله فإن شاء الله فيش خوف بإذن الله تعالى نعمة هيك ويسا هل عندك الطموحي كابترابية حضيك شايف إن عندنا الطموح حاليا ويحق الجمهور النادي الأهلي إنه يبقى عنده طموح إنه يشوف الفريق بيلعب الكرة الجميلة المعروفة عن نادي الأهلي و بيكسب بره ملعبه في طولة أفريقيا و بيبدأ الحسم من خارج ملعبه في البلاد اللي بنروح لها مباراة الذهاب هل أصبحت عندنا المقاومات وعندنا مجموعة اللعيبة اللي نقدر نحقق بيها ده أنت متاع أخذ ما أحسن لعيبة في مصر وأغلى لعيبة اللعيبة دي كلها وزنها المالي ما شاء الله يعدي ما شاء الله دي حقيقة وأنا جايب النهاردة اللعبة دي كلها وكل ملعب وكل مركز له ثلاثة عشان ما حقاش عشان حقق وأنظم وأخذ وأخلص من هناك ده طبيعي جدا وبنجموعة من الأهداف أنا من وجهة نظري باللعيبة دي بأصل بأمر الله الإدارة وفارت كل حاجة ما فيش حاجة نقصة للمدير الفني ولا لعيبة ولا لعيبة ولا مدير الفني إذا كان جاي مدير الفني جديد بروح جديدة وشباب جديد وفنيات جديدة ده شيء مبدأ وكويس جدا وإن شاء الله يبقى إضافة بإذن الله تعالى إضافة في فنيات في نوائس في سلبيات في تأكيد إيجابيات ما فيش مشكلة لكن القدرات اللي عندي يا صلو حمد أنا من وجهة نظري ما شاء الله من غير مدير يحققوا من غير مدير يلعبوا فقدرات رائعة وقوية جدا وأي فريق في مصر أعتقد أنه بيحسن يعني القدرات دي موجودة أن اللعيبة دي موجودة لعيبة على مستوى لعيبة شباب لعيبة خبرات لعيبة مهارية وصلنا لأفضل تشكيل لأفضل تشكيل كنت تتصوره لو كنت مدير فني الفريق الأول في نادي أهلي كابتن ربيع بمجموعة النجوم الكبيرة الموجودة ولا لسه ما وصلناش لده لحد الآن لا أنت ما توصلش لأنك أنت يعني لعيبة كتيرة جدا يعني لو أنت مثل حضرتك بتحط نبيل معلول آه طبما أنت عندك محمود وحيد علي معلول علي معلول تاسب أحمد فتحي خبراته محمد آني المستابد طبال لتنين لا اللعيبة كتيرة جدا ده محير لأي جهاز فني صعب والجهازين كتير جدا إن شاء الله إذا كنت أخيرا جايب أفشة أفشة ده لعيب كويس جدا وأيضافة قوي جدا طب هو لصالحه مثلا بحيطة حاجات كتيرة جدا أنا أعتقد أن الله يكون فوق المدرب في نفس الوقت عنده اللعيبة كتيرة جدا لكن يا طي صاره طي سيطر وفي ميزة في لعيب النادي الأهلي أنهم لعيبة هادية جدا لعيبة بتصرق في نفسها لعيبة بتحب النادي اللي حب بتحب بعض وتحترم بعض والموجود برا واللي موجود في الملعب وكله أكيد إن شاء الله هيستفيد بإذن الله تعالى البطولات كتيرة جدا بس الجمهور بيقول أن ده مطلوب في النادي الأهلي ومتفائل أن ده بيتكرر يا كابت الربيع لأنه الجيل اللي حقق نتائج عالمية وليست محلية فقط رائعة جيل تريكا بركات متعب فلافيو جيل بيرتو المجموعة الكبيرة دي من النجوم ما كانش المميزين 11 بس ده مخالي الجمهور يتفائل بالمجموعة الموجودة ما فيش تيم النهار ده البطولات كتيرة جدا ومحجم النادي الأهلي في ضغوطه ممكن تعرضوا لحاجات كتيرة جدا في إصابات في إقافات في ضغوط حاجات كتيرة جدا لعيبة النادي الأهلي شوفنا موسم اللي فاتل بحاجم الإصابات كان كتير أكتر نادي في مصر كان في حاجم إصابات كتيرة جدا بحاجاتك لأنه بيتعرض الآن الأهلي لعيبه بيكتنش بيعصب بيركز بيعايش في الجيم وفي نفس الوقت بيواجه شراسة غير عادية من المنافسين ودحقه ما فيش مشاكل إن المنافس للنادي الأهلي بيستعد استعداد تاني خالص في تركيز في التزام في إصرار في الفنيات حتى المدير الفني بيحطوا لأسبوع يحفظ اللعيبة عشان يقابلوا فدي كلها ضغوط فأعتقد أن بالعكس العدد ده مهم جدا بإذن الله والإضافة اللي موجودة للصالح العام ودايما النادي الأهلي مدرسته وكتوله عمره فيه الأعداد الثلاثين لعيب أو الخمسة وعشرين في حالة التأييد يعني إذا كان خمسة وشاوة وتأتين بيبني الصالح العام للعيب وكل واحد في وقته بتلاقيه بإذن الله تعالى فإن شاء الله المدير الفني يستفيد من كل اللاعب بإذن الله فواته عشان يحقق أحسن نتائج رجب تقول دلوقتي هيبقى مهمة ريني فييلر في بداياته مع النادي الأهلي صعبة جدا على المستويين حسم الأمور وأنه يبقى عنده شخصية قوية جدا مع الجهاز المعاون بخيادة تدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيز في السيطرة على هذا الكم من النجوم وأنهم يختاروا أفضل عناصر وأن الباقي يبقى عنده حافظ ويشتغل حتى لو هو خارج حسابات الأساسيين اللي بيبدأوا أي مباراة بس يبقى جاهز دايما قريب بالمستوي كل العيب ولها وقته كل العيب ولها مباراة وفي حسابات الفنية كمان اختيار أفضل حسابات الفنية تماما في شغله في القليط وفي زكانة غير النتيق الطريقة زكانة يعبها براءة ربعة اثنين ثلاثة واربعة اثنين ثلاثة والاربعة اربعة واحد واحد والاربعة اثنين بطريقته في الأول طبعا مش يقدر يغيرها حاجة بالنسبة لقرب المباراة في نفس الوقت لان التيم اتعود اربع مواسم على الطريقة معانا وبيكسب بها وبيحقها لكنه هو طبعا ممكن في تدوير وممكن في توظيفه ومبالك في مفاجآته في دفعاته حيثك ممكن بأمر الله تعالى لعيبي ببعيد فهي دي ان شاء الله شطابة الموديل وفنياته وخبراته بإذن الله تعالى اللي تبان في فترة القادمة في أول المباراة اللي جايدة فان شاء الله كل حاجة تبقى كويسة وانحق أحسن نتائج بإذن الله وحسابات البطولة المحببة الجمهير النادي الاهلي الدوري الممتاز هل تتمنى انطلاقة مختلفة عن الموسم اللي فات ما فيهاش أي تعثر نادي الاهلي عودنا انه بيقدر يسبق في البداية وده بيخليه عنده أفضلية عن المنافسين طول الموسم استثناءات طبعا بتحصل زي الموسم وده اللي لازم هو استثناء الموسم اللي فات عشان كان فيه طبعا بوعد ومطشات متأخرة ومطشات متأجلة وظروف ضغوط ومباريات وإصابات كتير جدا طبعا طبعا وده كان بتحصل برضو في التمانينات يعني كنت بتلاقي فرق في المؤخرة في الأول لان بتلعب الأهلي جمعين زمان الأهلي أغلى بالموسم بيبقى سابق الكل يبدأ انطلاقته بتبقى قوية جدا ويبدأ الباقي يحاول يحصل الأهلي وده اللازم بيكون موجود من أول الموسم بأمر الله تعالى إن شاء الله نحافظ على البطولة البطولة المفضلة بإذن الله تعالى ومن أول لأن احنا نملك نملك مجموعة من أحسن اللعيبة اللي موجودة دي حقيقة كل اللعيبة مفيش اسم في النادي الأهلي محترامي مش لعب نص لا ما شاء الله معظم اللعيبة اللي موجودة 99% من لعب النادي الأهلي كلهم سوبر ما شاء الله فما فيش خوف ولازم برضو لعب النادي الأهلي من أول بإذن الله تعالى الموسم تحملوا المسؤولية مع الجهاز الفني مع الإدارة اللي بتحترمهم ومتحبهم مع الجمهور اللي بيعشقهم عايزة ترضح للنقطة دي أكتر هتحمل ما يعرف أنه المسؤولية كبيرة جدا على عتقام زي ما النهاردة رئيس النادي بقدرته محتاج ومحتحمدها المسؤولية وخيفة على إحساس الجمهور واحترامه على الكيان بتحافظ عليه الجمهور اللي بيعشق اللعيمة بيعشق الكيان ويعشق النادي الأهلي لازم الناس تفكر في كل بطولة يشتركوا فيها أنه لازم تحسب للنادي الأهلي هي دي المسؤولية اللي بتكلم عليها يضحك بحسابه ينم بحسابه يتمرن بحسابه يركز بحساب يفضي نفسه واخد الراحة خلاص بدأ الموسم من موسم من بداية الموسم نهايته الأهلي بيشترك الأهلي عنده دوري بأمر اللي لازم يأخذ الأهلي عنده كاس لازم يأخذ الأهلي عنده بطولة عربية لازم يأخذ الأهلي عنده أفريقيا نفكر في أفريقيا أفريقيا مش هتيجي بسهول بالتعب بالجهد بالكفاع بالإخلاص بالحب بالترابط بالفنيات أنتو تملكوا الفنيات أنتو تملكوا الخبرات أنتو أحسن لعبة من وجهة نظري والله ما ببلغش أنا شايف لعيبة كبيرة جدا ولعيبة جمدة جدا ووفر من اللعيبة اللي ممكن تحسب أي بطولة في أي وقت أنا هاخد جملة اعتراضية كده بره الكرة نص دقيقة وعايز حداك تعلق على الكلام ده إذا سمحت لنا كابت الربيع كلام الكابت الربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومتخب مصر سابقا عن رغبة مجلس الإدارة بقيادة كابت المحمود الخطيب في تحقيق طموحات أعضاء وجماهير النادي الأهلي في كل مكان لا فقط تقتصر على كرة القدم بالعكس حضراتكم المتابع كويس لأخبار النادي الأهلي سواء من أعضاء الجماهية العومية أو من محبي النادي من الجماهير ومن الإعلاميين المهتمين بأخبار النادي الأهلي هيعرف أن النادي بينفق انفاق مميز جدا وسط نائي على كل قطاعات الرياضة حاليا يعني من أكبر الأدلة على هذا الأمر ما يحدث حاليا مع الجهاز الفني ومع الفريق الأول لكرة السلة في النادي الأهلي إن شاء الله هتجدوا أو هنشوف مع حضراتكم نتابع موسم استثنائي جدا بعد التعاقد مع الكابتن أشرف توفيق وهو غني عن التعريف بخبراته وخدراته الفنية كمدير فني لكرة السلة تعاقد مع ناصر مميزة جدا تغيير عدد كبير جدا من نجوم ومن لعبي الفريق الأول لكرة السلة في النادي الأهلي صفقات سوبر بحسابات كرة السلة وانفاق أيضا بشكل وبغطاء مالي عالي جدا وفاروا النادي الأهلي للاستجابة لمطالب الجهاز الفني والموديل الفني كابتن أشرف توفيق كابتن ربيع كل العبارات اللي قلتها دي كانت للتأكيد على المعنى اللي حدك قلت النادي الأهلي بيصرف عشان يحافظ على الكيان بيشتري العيبة بيصرف وانا قلت قبل كده ناس متخيلة ان الأهلي بيكسب لا انا بنكسب بفضل الله سبحانه سمع نادي بينفق المالية عشان يبدع ويتقلق ويسعد الجمهور ويعمل إضافات للمنتخب ويطور للدنيا كلها التطوير ده بيبقى في صالح المنتخبات المنتخبات لما بتحصل نتائج تبقى بفضل الله عشان فيها عدد كبير مع احترامي طبعا للأندية لكن فيها عدد كبير جدا من نادي الأهلي بيبقى في أحسن مستوى نادي أهلي بيشتري أحسن اللعيبة نادي أهلي بيحاول يجيب أحسن المدربين نادي أهلي بيحاول يعمل كل حاجة كويسة بيعمل لوايع ويعمل قوانين عشان يحافظ على اللعيبة عشان الناس تكسب عشان تعيش في حالة إبداع وتركيز والتزام وحاجات كتيرة جدا فأنا أعتقد النادي الأهلي طول عمره بينفق عشان يحافظ على الكهان ويمتع الجمهور ويقدم ده المنتخبات لعيبة على مستوى تحقق أحسن النتائج كلمة أخيرة عن الفريق الأول في نادي الأهلي وطموحات وتوقعات بخبراته الكبيرة ومع التعاقد مع النجوم اللي حتى أشارت إليهم حتى الصفقات الأخيرة اللي تمثلت فيه أليو ديانج ومحمود متولي ومجدي أفشان بتمنى طمع التوفيل الجهاز الجديد بأمر الله تعالى الجهاز فني الجديد إن شاء الله يتعالى بإذن الله وكل لازم يساعدوا بتمنى التوفيل اللعيبة أنهم زي ما قلت من أول الموسم بإذن الله تعالى يحققوا يعرفوا أن الجمهور طالب منهم بمشية اللي أفريقيا الدوري ده إن شاء الله الكاس إن شاء الله العربية إن شاء الله يعني نجوم النادي الأهل الجمهور بنحترم جدا وماشاء الله جمهور اللي ده طول عمر الجمهور على مستوى الإدارة بتمنى لها التوفيق وإن شاء الله المنظومة كلها بتمنى للتوفيق وبتمنى للكورة المصرية كل التوفيق والتأدير والإحترام عايز كلمة أخيرة من حضرتك تكون مسك الختم لهذا اللقاء موجهة لمشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر عن دوره ودعمه ومؤذرته الفريق في الفترة الجاية وتأثير ده على النتائج وعلى الأداء فيش كلام إن الجمهور له ودور كبير جدا مشاهد له كبير جدا اطمئن بإذن الله تعالى لكن إحنا عاوزين نساعد الجاذب فن نساعد اللعيبة في نفس الوقت الحساب في نهاية الموز واطمئنه بإذن الله تعالى أنتوا فيد أمينة لأن دي الأهلي فيد أمينة جدا بيضارها وعية بيضارها نطجة بيضارها فنية على مستوى أنتوا موجودين السنة دي ومعاكم أحسن لعيبة في أفريقيا مش في مصر اطمئنه توفي الله بس سبحانه وتعالى والإصابات بإذن الله تعالى ده مهم جدا اطمئنه أن في نتائج كويسة وفي أداء رائع بإذن الله تعالى في منظومة كاملة ومتكاملة هتسعدكم بمشيئة الله تعالى وانتظروا من النادي الأهلي انتظروا من الإدارة وانتظروا من اللعيبة بطولة أفريقيا بمشيئة الله تعالى كل حاجة كويسة السنة دي تبقى موجودة والأداء هيرجع بإذن الله تعالى والشخصية هترجع اطمئنه إن شاء الله وهتسعده وهتبهره وهتحبه كل حاجة وهتشوفه أداء مختلف تماما ولعيبة إن شاء الله على قدر المسؤولية أخيرا وفقا للإمكانات المتاحة المتوفرة الكابتن ربيع يسين وجهازه كمدير فني مسؤول عن منتخب مصر لكرة القدم موليد 2001 هل بتاعد أو إيه الأهداف اللي حضرتك بتتمنى أنك تحاول تحققها أو تنافس عليها في الفترة أننا نعمل جيل لمصر وده مهم جدا مع الجيل اللي قبله والقبل وتواصل لأن المنتخبات محتاجة كتير جدا وده مهم جدا أنا كان نفسي طبعا أننا أخذ الأربع شهور اللي فاتوا ضاعوا من عمر هذا المنتخب لكن أننا طبعا الجيل الأول وبعدين نتائج دامع ده وربنا يقدرني إن شاء الله نعمل منتخب يبقى صالح الوطن بمشاية الله تعالى ويبقى معلقابله ويبقى إضافة قوية جدا للفريق كبير والله ينجوم كبيرة إن شاء الله تساعدنا وتحقق أحسن نتائج وتقدم كرة جميلة للجمهور المصري اللي هو بيحب بداية من الأداء والإمتاع والإبهار بالتأكيد بنسعد بصحبة حضرتك وبوجودك معنا دايما وتشريفك على شاشة قناة الأهلي ومن خلال برنامج الأهلي الليلة حضرك بالتأكيد في إجماع في الغراء لأن كابتن ربيع يسين واحد من الكوادر المميزة في عالم الرياضة وكرة القدم المصرية فنيا وخلقيا وسلوكيا واجتماعيا وجماهيريا بكل الحسابات كل التوفيق لك إن شاء الله والجهاز حضرتك المعاوني كابتن ربيع في الفترة الجاية ونرى نتائج وأداء أفضل وثمار لعملك وجهدك مع الفريق بشكر حضرتك كورا جزيلا بشكر ضيفنا في الستوديو نجم نادي الأهلي والكرة المصرية السابقة الكابتن ربيع يسين وأتمنى كل التوفيق مع كل طبعا جماهير النادي الأهلي في كل مكان بالتأكيد ستؤذر وتدعم بكل قوة الجهاز الفني الجديد العناصر المستمرة من الجهاز السابق الكابتن سيد عبد حفيز وكابتن سامي أمصان مع الجهاز المعاون اللي بيقوده ريني فايلر المدير الفني السويسري اللي تم الإعلان رسميا صباح اليوم وتقديمه لرأي العام المصري من خلال المؤتمر الصحفي في النادي الأهلي وبدأ مهمته مساء اليوم بأول محاضرة وأول تدريب للعبين بإذن الله تكون بصماته مؤثرة وإيجابية على الفريق في الفترة الجاية ويفجر تقاط النجوم الموجودين ويصل لأفضل شكل وأفضل أداء ينعكس على النتائج وفي المقام الأول العودة للصدارة وإنجاز وتحقيق اللقب الأفريقي زي ما قال ضفنا في الستوديو الكابتن ربيع يسين نهاية هذه الحلقة من حلقات الأهلي الليلة بشكر حضراتكم على المتابعة ولكن ابقوا معنا برامجنا وفقراتنا المهازة مستمرة على شاشة قناة الأهلي بعد قليل وبعد الفاصل حوار آخر لنجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا ومدير الكرة حاليا الكابتن سيد عبد الحفيز مع زمينا العزيز الأستاذ إبراهيم المنيسي من خلال ملك وكتاب اشتركوا في القناة